بعد هذه العنوين السريعة نبدأ النشر الاخبارية مع هذا الخبر العاجل توصلنا بانباء تشير ان هناك حرب طاحنة في العراق بين قوات الرئيس الدولة علي بن ابي طالب وبين جيش مسلح جاء من المملكة السعودية. وللمزيد من المعلومات معنا في هذا البت مراسلنا قطيطة. من قلب الحدث. قطيطة ما هي الاوضاع هناك في العراق? السلام عليكم نعم نتواجد الان في مدينة البصرة والاوضاع هنا خطيرة جدا وغير مستقرة ابدا حيث اشتبكت حرب قاتلة بسبب ان هناك جيش كبير جاء من بلاد السعودية بلاد ضار حلالة بلاد التوحيد. ويقال ان قائد هذا الجيش امرأة نعم. قطيطة كم يبلغ عدد هذا الجيش? وهل توصلتم باسماء قادات هذا الجيش? حسب الانباء التي توصلنا اليها يبلغ عددهما اكثر من ثلاثين الف مقاتل وقاعد هذا الجيش هي امرأة. اذا هذا الجيش تقوده امرأة. قال رسول الله لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة. وللمزيد من المعلومات ينضم الينا المحلل السياسي الدكتور الباحث ويلي ويلي. دكتور ويلي ويلي ما هو تحليلك للأوضاع التي تجري الان بين قوات الرئيس علي وبين هذا الجيش المجهول القادم من المملكة السعودية? السلام عليكم. حسب تحليلي ان هذه المرأة جيشت جيشا كبيرا 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 كبيرا. هذا الجيش متكون من اكثر من ثلاثين الف مقاتل مسلحين بالسلاح. وعندما نقول سلاح نعني ان هذا الجيش مستعد لقطع الرؤوس والارجل والايدي بالسيوف واختراق الصدور والاعين بالرماحة. وغاية هذا الجيش حسب تحليلي اه هو الخروج على رئيس الدولة وهذا اه انقلاب خطير يجب الحضر منه. تقول ان هذا انقلاب على الدولة هذا كلام خطير دكتور ويلي ويلي. لهذا ينضم الينا من المملكة السعودية الشيخ ابو لحي الزفتاني الطولاني الكلباني. مرحبا بك شيخ الزفتاني. يا هلا يا مرحبا يا صاح السلم يا تكفير يا تفجير يا رضاع الكبير يا ايران هي السبب. شيخ الزفتاني لماذا اشتبكت هذه الحرب ومن هو السبب? من هو السبب? قبحك الله. الا تعرف من هو السبب? ماذا تقول شيخ الزفتاني في هذا الجيش القاضي من المملكة السعودية والذي تقوده امرأة? نعم حسب قانون الدولة لا يجوز الخروج على الحاكم وان ضرب ظهرك وصرق مالك وقطع رأسك وصرق سيارتك واغتصبك فلا يجوز الخروج عليه ابدا. ومن يخرج على الحاكم فعليه ان يعاقب اشد العقاب وان استطعنا ان نشرب من دمه سنفعل. ولكن كيف تحلل هذا الخروج لهذا الجيش? اليس هذا خروج على الحاكم وانقلاب شيخ الزفتاني? انقلاب? اتطعن? ممكن شيخ الزفتاني توضح لنا ما هو هذا الاصلاح? اصلاح? ماذا? اصلاح? اجيب شيخ الزفتاني اصلاح ماذا? اصلاح بين علي والاصلاح. هل كانت هناك مشكلة بين علي وبين الاصلاح? هل الاصلاح رجل من هو هذا الاصلاح? لا يعني الاصلاح. لم نفهم شيخ الزفتاني اصلاح ماذا? اللفظ جاء هكذا ومن لم يعجبوا هذا اللفظ ليجد لنا لفظا اخر. تقدمي يا ام المؤمنين لعل الله يصلح بك. لفظ جميل يحل لنا كل هذه المشاكل ويتماشى مع نظرية داروين للاصلاح. نظرية داروين للاصلاح? انت وامثالك لن تفهم هذه النظرية. نظرية الاصلاح المقدسة من فوق سبع سماوات. فهذا هو الاصلاح. فخرجوا جميعا للاصلاح. وقبل قليل سمعتكم تقولون انهم جاءوا بالسلاح. حاشا لله. هذه الاسلحة هي مجرد هدايا والعب للاطفال. من بين هذه الهدايا? الحليب. فكلهم عدول وكلهم رضي الله عنهم وارضاهم. وكلهم في الجنة قطعا. تقول جاءت للاصلاح? نحيل هذا الكلام الى الدكتور ولي ولي. ماذا تقول يا دكتور في هذا الكلام? هل من يخرج بجيش ويقطع كل هذه المسافة البعيدة ومعهم اسلحة? هل كل هذا للاصلاح? اصلاح ماذا? انا كمحلل سياسي اتعجب من كلام الشيخ ابو لحي الزفتاني الطولاني الكلباني. اه يقول ان هذا الجيش جاء للاصلاح. ويتكلم عن نظرية داروين للاصلاح. وانا اسأل للشيخ الزفتاني. ماذا فعل الرئيس علي بن ابي طالب حتى تخرج عليه ام المؤمنين بهذا الجيش? وايضا نود ان نعرف هي خرجت لاصلاح ماذا? وانت ما دخلك. خرجت الاصلاح يعني خرجت للاصلاح. هذه نظرية داروين للاصلاح. هي هكذا. اللفظ هكذا. تقدمي ام المؤمنين لعل الله يصلح بك. تصلح ماذا في العراق? نحن نعلم ان العراق يعاني من مشاكل كثيرة. ومن بين هذه المشاكل الكهرباء والانترنت. فهل ام المؤمنين خرجت بجيش من التقنيين في هذا المجال كي يصلح هذا الخلل? ممكن توضح سبب خروجها مع هذا الجيش? قلت لك خرجت للاصلاح. نعزى ولو طارت. الشعب يريد الاصلاح. الشعب يريد الاصلاح. الشعب يريد الاصلاح. ولكن شيخ الزفتاني من يخرج للاصلاح لا يخرج بتلاتين الف رجل ومعهم اسلحة. اه كان بامكانها ان ترسل رسولا لها مثلا يلقي عليهم الرسالة. او اذا خرجت تخرج مع عشرة فقط. عشرة? هذا لا يكفي للاصلاح. كلما كان الجيش كبيرا كلما كان الاصلاح جميلا وملئ بدماء المحب والرحمة. يبدو اننا لن نصل الى نتيجة. شيخ الزفتاني لا يريد الاجابة. فانك محلل سياسي لم ارى في حياتي امرأة قوت جيش يتكون من تلاتين الف رجل. وكل هذا الجيش فقط للاصلاح. اصلاح ماذا اه لا نعلم. نعم ننتقل الى مراسلنا في العراق للمزيد من المعلومات عن هذه الحرب المشتبكة هناك. قطيطة هل لديك معلومات جديدة? اه نعم سنستمع الى كلمة من احد القادة من جيش هذه المرأة. ماذا تريدون من هذه الحرب ولماذا احتيتم من السعودية الى البصرة? سعا سلم سعا سلم سعا سلم سعا سلم سعا سلم هذا الانقلاب اه هذا الاصلاح مبارك تم التخطيط له مسبقا في ضرح حلال في الدوحيد وكل الجنون الذين هم هنا امضوا الليالي يستعدون لمكثل هذا اليوم. وهذا الانقلاب هذا الاصلاح سع Seni سعugeسلم تكبير سعuge cheer اصلاح 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 ايه اصلاح. على ما يبدو هذا الجيش شارب حليب زيادة يرددون كثيرا كلمة اصلاح. ارجو من مراسلنا العزيز توخي الحضر من هذا الجيش ومحاربيه. قطيطة هل لديك معلومات اخرى? نعم تواصلنا بمعلومات جديدة تفيد ان الرئيس الدولة علي بن عبي الطالب خرج بنفسه كالعادة ليقاتل وهو الاول في صفوف الجيش. وليس كبعض الذين فتحوا البلاد وهم متكئون على اريكتهم والجيش هو الذي يقاتل. هل تغمس في سيدنا عمر الذي فتح البلدان وفتح بلاد فارس وهو جالس على اريكته? من قال لك انه لم يقاتل? بل كان يقاتل معهم عن بعد كما فعل مع سارية الجبل كان يخاطبه وهو على المنبر. هل نسيت قدرات سيدنا عمر? هذه هي الشجاعة. شيخ الزفتاني من اعطاق الاذن ان تتكلم? من اعطاني الاذن? لحية المقدسة. نرجع الى مرسلنا قطيطة. قطيطة كيف هي الاوضاع هناك? اكمل. نعم الحرب مندلعة في هذه الاثناء بين قتلى وجرحة. شيخ الزفتاني ما تعليقكم على هذه المشاهد? مشاهد جميلة تعبر عن المحبة بينهم وكيف انهم عدول لا يظلمون بعضهم البعض رحماء بينهم كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم فكلهم يملكون جواز السفر الى الجنة مباشرة. جواز السفر الى الجنة? لم افهم عن اي جوة تتكلم. اشرح اكثر. الم تسمع بالقاعدة سيدنا رضي الله عنه? قتل سيدنا رضي الله عنه وكلاهما في الجنة? وماذا تعني هذه القاعدة? هذه القاعدة تعني انه اذا جاء رجل وراء رسول الله قبل ان يموت بثواني فيعتبر هذا الشخص صحابي ويستلي مباشرة علامة الجودة رضي الله عنه. وايضا يستلم جواز السفر لدخول الجنة مباشرة. فهذا الصحابي رضي الله عنه اذا خرج الى الشارع واجتهد واخطأ وقتل صحابي اخر من رضي الله عنهم فكلاهما يذهبان الى الجنة القاتل والمقتول في الجنة. فقط ان واحد له اجر والاخر له اجران. ولكن شيخ الزفتاني اذا كان كذلك لماذا يتحاربون? ففي الاخير كلهم في الجنة. ومن قال لك انهم يتحاربون? بل يبعثون بعضهم البعض الى الجنة. وهذه هي نظرية داروين للاصلاح التي اتحدث عنها. نرجع الى مرسلنا قطيطة. كيف هي الاوضاع هناك? انا ارى القتل والتقطع في كل مكان وسأحاول ننتقل الى اقرب النقطة وارى كيف هي الاوضاع هناك. انا الان اتواجد قرب بؤرة ماء. وساسأل احد المقاتلين ماذا تفعلون هنا? نحن يا اخي اخوة في الله. ونحب بعضنا البعض كثيرا. لهذا نحن نتقاتل من اجل المحبة والاصلاح. فكما تشاهد قتلت للتو تلاتين شخصا بكل احترام وروح رياضية. وسأقتل المزيد ان شاء الله. وهذا القتال ليس هو القتال المتعرف بين الناس. لا 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 لا. بل هو الاصلاح الاصلاح. وكما ترى الان موعد الراحة. فاتينا الى بورة ماء هذه. اه لنشرب الماء ونرتاح ونتونس قليلا قبل ان نبدأ الاصلاح. الاصلاح نعم. كيف ان هذا القتال ليس هو القتال المتعرف عليها. بين الناس سيشرح اكثر. اه يعني لا ننصح الناس بالقيام بهذا القتال فيما بينهم. لانهم سيحاسبون من قبل الله. فالآية الكريمة تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيمة فلا يجوز قتال قتل النفس. نعم لا يجوز. ولكن ها انت الان قتلت ثلاثين مؤمنا من جيش رئيس الدولة علي ابن ابي الطالب فهل انت مشمول بهذه الاية? لا ابدا لا 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 ابدا انا غير مشمول ابدا هذه الاية لا تعنيني ابدا لا 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 لان عندي اه علامة الجودة رضي الله عني وايضا املك جواز السفر الى الجنة مباشرة اه اقتلهم او يقتلوني فانا في الجنة قطعا. انت في الجنة رغم قتلك لثلاثين مؤمنا يا الهي عقلي توقف. انا الان داخل معسكر ام المؤمنين وسأحاول ان اتكلم مع احد الجنود انت 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 اه الى اين انت ذاهب اه انا قطعت رأس اه اصلحت رأس احد الجنود الخصم ولكن مع الاسف الشديد تكسر سيفي وانا ذاهب الى معسكر الخصم ليعينني سيفا جديدا. ستذهب الى معسكر الخصم وقد كنت تقاتلهم ليعيروك السلاح? نعم فنحن اخوة كلنا ابناء قرية واحدة فعادي جدا نتبادل الاسلحة فيما بيننا فهذا الاصلاح. ها? هل انا احلم? ما هذه الحرب? تاسأل شخص اخر انت انت ماذا تفعل هنا في معسكر خصمك? انا انتظر سيفي. انا انتظر سيفي. فهذا الاخ يقوم بشحذه لي. انت اشحده جيدا ارجوك. والله والله اني احبك في اللحظة. اشحده بكل حنان حتى ارسلك به سريعا. الى الجنة. وكلهم عدول وكلهم في الجنة. على ما يبدو انتهى الشوط الاول من المباراة افوا من الحرب والان اجتمع المقاتلون مع بعض ويتحدثون ويأكلون مع بعض. ساسأل احد المقاتلين. اه السلام عليكم ما هو اسمك? اه اسمي? سوبرمان. سوال يا سوبرمان ما نتفعل الان مع هذا المقاتل الذي كنت تقاتله قبل قليل. نعم انا كنت اصلح هذا الصحابي رضي الله عنه اصلاحا مريرا. وعندما كنت ان اصلح رأسه سمعت صفارة انتهاء الشوط الاول. فعنا الان ارتاح الى جانبه. نشرب حليب ونتكلم مع بعض حول حور العين. تتكلمون حول حور العين كيف ذلك? نعم فنحن لا نتقاتل بل نبعث بعضنا البعض الى الجنة. لنلتقي بحور العين. قتلته انا او قتلني هو? لا يهم. واذا اجتهدت واخطأت وقتلته قبل ان يقتلني فليا اجر. واذا لم اخطأ فليا اجرين. فنحن لا نبالي فكلنا الجنة. يا له من ديني جميل وكيوت. واذا انت لا يهمك نتيجة هذه الحرب. نتيجة الحرب? ابدا ابدا ابدا. وهذه ليست حربة. بل هو الاصلاح. وهذا الطفل الوحيد لماذا يبكي? طبيعي يبكي فقد بقي يتيما. قتلت اصلحت والده قبل قليلة. فانا والحمد لله يتمت عشرين عائلة. وان شاء الله هناك المزيد. فهذه ليست الا البداية. يحيى الاصلاح. ولكن يا اخي هذا الطفل وهذه لا الى كيف تركتهم بلا معيل? سبعا ما دخلي اسأل امي عائشة هي من خرجت للاصلاح. بنذهب الى مقاتل اخر ما هو اسمك? اه? اسمي ناسيت. اه لا اسمي اه اسمي شمشوم. ممكن يا شمشوم تشرح لنا لماذا انت هنا? اه? لماذا انا هنا? لماذا نحن هنا? اقسم بالان بي سي لا ادري فقط اتذكر انني كنت مرتاح في بار علالة في السعودية وفجأة جاءني هؤلاء وقالوا لي تعالى معنا للاصلاح وسيغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك وقتلت او قتلت لك الجنة ولك فيها ما تشاء من حور العين. ولكن هل تعرف ضد من تقاتل? قتال اه انا اي قتال تتحدث انا? انا فقط اعرف ان ام عائشة هي قائدة هذا الجيش. هو الباقي لا يعنيني. هي قالت نخرج للاصلاح فخرجنا. ارى انك لا تحمل سلاحة? لماذا? سلاحة? لا احتاج الى سلاحة. فهم قالوا لي ان هناك اصلاح. وانا حتى الان انتظر احدهم يقول لي ماذا ساصلح? فانا خبير في الاصلاح. انه وقت الصلاة ولقد توقفوا عن القتال والان قد اجتمع الجيشان للصلاة الجماعة الصلاة العسكرية. قلتها لكم من قبل انها ليست حرب بل هو الاصلاح. يصلون مع بعض ينمون مع بعض وحين ينتهون يقومون للاصلاح. التكبير. وان حصل بينهم قتال لا سامح الله. فهذا مجرد نزاع بسيط بين ساداتنا. قد يقتل قرابة عشرين الف مسلم جلهم من الصحابة والتابعين فقط لا غير. وكل هذا مغمور في ميزان حسناتهم. شيخ الزفتاني من اعطق الابن ان تتكلم? انه حزام الناسف للاصلاح. فنحن اهل السنة. كلنا عندنا هذا الحزام الناسف. انه امتداد لنظرية داروين للاصلاح. ها? حزام ناسف للاصلاح? لا 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 نعود الى قطيطة. يا قطيطة ممكن تنقل لنا بعض المشاهد من هذا الاصلاح? نعم ساحاول عن اكثر باكثر شاهدوا هذا الاصلاح بين هؤلاء التقنيين هيا يا مصور سور سور. اصلاح 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 اصلاح. هذا هو الاصلاح الذي نتكلم عليه فلهذا السبب لا اريد ان ادخل في التفاصيل يجب دفن هذه التفاصيل وهذه الوقاع الكافرة كي يتربى الجيل الجديد على التردي على الاصلاح. يجب دفن هذه التفاصيل هل تخجلون منها? ام انها تفاصيل سوداء تعري الاصلاح? المهم شكرا لك شيخ الزفتاني من المملكة السعودية. وينضم الينا الى النشرة المحلل الاقتصادي. ما هو تحليلك كيف ترى نهاية هذه الحرب? وهل لها تأثير على الاقتصاد? السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء اذا ارتفعت الاسعار فنحن لا دخل لنا. لان الذي يرفع الاسعار ويخفضها ليس لحن. والثانيا عليكم ان تنظروا الى ايجابيات هذه الحرب. بهذه الحرب ستنتج لنا جيلا جديدا. يجتهد في القتل. واذا اخطأ فله اجر. واذا لم يخطأ فله اجران. وهذه هي نظرية داروين للاصلاح. صحيح ان هذه الحرب خلفت اكثر من خمسة عشر الف عائلة يتيمة. هذا عادي جدا. قتل اكثر من عشرين الف قتيل. ايضا عادي جدا. واذا استمرت هذه الحرب سيرتفع العدد اكثر بكثير. وايضا عادي جدا. فلا داعي للقلق. فالاقتصاد على ما يرام طالما ان الذين يتقاتلون هم عدول. وايضا في هذه الحرب تم قطع الف خمسمائة وستون رجلا. وخمسمائة وتمانون يدا. وستة وسبعون رأسا. هذا عادي جدا. شكرا للمحلل الاقتصادي. مشاهدنا الكرام وصلنا واياكم الى ختام هذه الصهر. عفوا هذه النشرة. التقي بكم في نشرة جديدة. والسلام عليكم. اصلاح 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 نعم اصلاح